هذا اليوم يوم عرفة من أعظم أيام الدنيا قالت أم سلمة رضي الله عنها نعم اليوم يوم ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا قالوا وأي يوم هو؟ قالت يوم عرفة فلماذا ينزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا في هذا اليوم؟ جاء عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا يعني في يوم عرفة فيباهي بكم الملائكة يعني بالمسلمين الذين ذهبوا إلى عرفات فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لهم وجاء في بعض الروايات أن الملائكة تقول له يا رب ولكن فلانا فعل وفعل من المعاصي فيقول قد غفرت له وفي حديث عائشة أن هذا اليوم أكثر يوم يعتق الله فيه الرقاب من النار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقابكم من النار وأن يتقبل حج حجيجنا وأن يجعله حج مبرورا وأن يرزقنا الحج لمن لم يذهب هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته